نعود مرة أخرى إلى ضيفنا الكريم سيادة النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل أهلا بك سيادة النائب وأنت لست بحاجة لاستئذاني ولكنك من دماثة أخلاقك استئذنتني كي تنعى مواطنا من مواطني محافظتك تفضل فانك يعني بداية نقول أن العظماء لا يموتون وكل من مات جراء الإهمال هو عظيم يظل حيا في قلوبنا أبدا الظهر ولا يموت يعني بقى منتهز هذه الفرصة وبنع شهيد الطبقة العاملة المصرية المواطن السعيد السيد نعمين أحد عمال شركة النصر الغزد والنسيج بالمحلة الكبرى واللي فقد حياته أمس جراء سقوط صقف مصنع شركة النصر مصنع سبعة يعني بأكد أنه إحنا كنواب لن نتخلى أبدا عن ظننا وهنظل نستعمل كل أدواتنا الرقابية من أجل الوقوف على حقيقة هذه الحادث ومحاسبة المسؤولين عنه لأنه لم يعد مقبولا في ظل الدولة الجديدة وكل هذه الإجراءات التي تتم أن يسمح بإهمال يهدي بحياة هذا لا يرضي أحدا يا سيدي بدءا من مني أنا وصولا إلى السيد رئيس الجمهورية فرحم الله الفقيد وقالها ما ذويه الصبر والسلوان طبعا لا أستطيع أنه الواحد يعبر حالة الفقد بسهولة كده لكن إحنا مضطرين الوقت التلفزيوني آه طبعا عابر يعني فدعنا نذهب إلى التنقض الشكلي اللي أشارنا إليه في المقدمة إزاي يكون تخطيط عامل الدولة لكنه في إطار سعي الجمهورية الجديدة إلى اللا مركزية سيادة النقل وبس فندم عشان بس دائما القوانين اللي تبقى فنية بتجد صعوبة في تفسيرها المواطنين وتبسيطها الموازنة العامة للدولة عبارة عن ثمان أبواب كل باب فيهم مختص بالشيء فيه باب اسم الباب السادسة اللي هو باب الاستثمارات وده من أهم الأبواب لأنه اللي بيصرف فيه على كل شيء تعليم صحة بحثة علمي التنمية محالية كل الأبواب وبالتالي هذا الباب اللي هو بتعد وزارة التخطيط اللي بجزء من الخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية اللي بتطاحها لكل سنة ده من يتعلق بالتخطيط العام للدول فهو احنا بنتكلم عن التخطيط وبنتكلم عن اللا مركزية طب ازاي؟ المسألة بوضوح شديد أعتقد في مصر يامة كان عندنا مشكلة أنه يتقل كلام من فوق حلو قوي تيجي عند التنفيذ على الأرض تلاقيه مختلف ده كان بيحصل لأنه في أحيان كتير جدا كانت الوزارات المعنية بالتخطيط بتتكلم لكن ما فيش تواصل بينها وبين المحافظات فبيحصل إشكالية ما بين الخطط الأفقية والخطط الرأسية وبالتالي بيحصل عدم يعني على سبيل المثال تلاقي مثلا مستشفى بتتبنى في مكان ووقفة على 90% من أنها تتم وافتتح وتلاقيهم موقفوا مرة واحدة وبنوا مستشفى جديد يعني اكتمل منها 90% ونقص 10% وتلاقيك بدأت في مستشفى تانية وسايب دي ويقول لك ما فيش ميزانية بالضبط طب ما هو فيه هنا وما فيش هنا طب انهي ده وابدأ ده وده كان حصل بسبب أنه كان بيحصل طريقة اسمها الجزء منعزلة ده راجع لإيه؟ راجع لأنه مسألة التخطيط في مصر شهادة التطور أول شكل التخطيط في مصر كان سنة 1955 لما انشأت لجنة التخطيط القومي اللي اتطورت بعد كده في 57 للجنة للتخطيط القومي أخرى وبعدين اتنشأ في كل وزارة مكتب للتخطيط إلى أن وصلنا في أن احنا بعدنا قانون 73 المتعلق بقانون تخطيط العام للدولة اللي نشأ في ظروف لعلاقة بالحرب وغيرها من الأمور وكان فيه الوقت نقدر نقول عليه أن السياسة الدولة هي سياسة اشتراكية لم يكن بقى التطور وديه طبيعاتها بين قوسين كده مركزية بالضبط كده وبالتالي انت ما كانش ينفع انت القانون القديم اللي احنا نهاردة منتكلم على أكثر من 40 سنة عن مروره أو 50 سنة كان قانون حتى فيه عدد من الهايات اللي انتهت ما عادش موجودة ومساماتها اختلفت ليه تغير النظام وبالتالي انت كنت محتاج أنك تشتغل على قانون جديد هذا القانون أخذ وقت طويل عايز أقول الحركة أن القانون ده من الفسط الشيع الماضي واتناقش في لجنة خطة الموازنة وحصل مراجعة ليه والحكومة رجعته تاني في اللجنة معقدت وقررته على مدار تمنة الاجتماعات كانت موسعة جدا فيها كل الأطراف من تقدم به أصلا سياتنا؟ الحكومة يعني وزارة التخطيط موسالة في مجلس الوزراء تمت إحالته وتمت النقاشات طويلة جدا الحياة ده وعي أستحق الشكر أجيد طبعا لأنه هذا القانون مهم جدا لأنه فعلا بيمس كل الناس في مصر كل الناس عايزة طرق وعايزة صحة وعايزة تعليم وعايزة إسكان وغيره وكل هذا الأمر بيكون متعلق بيأة تخطيط العام للدولة ودايما نحن ما كنا بنحط التخطيط بنحط موجة نظر اقتصادية أو ما ليه الجديد بقى أن احنا بنتكلم النهار ده عن اقتصاد بنتكلم عن بعد اجتماعي بنتكلم عن بعد بيئي يتواكب مع رؤية 2030 وده كله محطوط بقى في اعتباره ما بين مخطط التنمية العمرانية ومخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية أو التنمية المستدامة بقى بمنظورها الشامل مع كمان وزارة التنمية المحلية والمحافظات فبنلاقي في القانون عدد كبير جدا جدا من الإيجابيات اللي منها على سبيل أنا آسف لكن في الأول نفض الاشتباك مع فكرة اللا مركزية اللا مركزية فندم فضل اشتباكها انه بقى فيه مجلس اعلى للتخطيط هذا المجلس يدقص رئيس الجمهورية ممثل فيه سيدة وزارة التخطيط أو وزير التخطيط بصفته تعاون الدولي المالية وعدد اخر من الوزراء يتم اختيام من الكبر رئيس الوزراء غير متخصصين يختاروا مزارة التخطيط هذا المجلس مسؤول عن التواصل مع كافة القطاعات وكافة المؤسسات اللي معنية بالتخطيط عشان تقدر تطلع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية اللي بيتم اكرارها كل سنة أو على المستوى المتوسط أو طويل أجل بشكل فيه تناسق ما بين الجميع وبالتالي ده بيحل أزمات كتيرة جدا من اللي كانت موجود بقى فيه جهة بيجمع عندها كل الجهات قراءها ممثل فيها كل الأطراف اللي معنية بما فيهم كمان محافظة بنك المركزي بما يسمح بأنه الخطة لما يتم اكرارها يتم اكرارها من الجميع بمشاركة الجميع والخطة دي بقى معايش بتتحط من فوق بس لا ده بقى الوحدة المحلية بتطلع لمجلس المدينة للمحافظة لوصولا للمجلس قاعد تخطيط في وزارة التخطيط وبالتالي بتضمن أنه هنا المسألة بقت فيها أنه كل الناس بتحط الخطة دي وبترجع على المنزول العام يتشاف ماليا الوضعي وأولويات التنمية وبالتالي يتم اكرار الخطة دي بحيث أن انت تضمن أن هذه الخطة تكون وقعية قابلة للتنفيذ ما يحصلش زي ما كنا بنشوف نحط خطة في المحافظات وتلاقي في الخطة وما تتنفس ترجع الخطة اللي بعدها ده ما تنفذتش تحطها تاني وهكذا ولأنه هذا اللي كي أقرب للمشاهد الكريم لأنه الوحدة المحلية سين أو صاد اشتركت في وضع الخطة مالهاش حجة بقى إنها ما تنفذهاش بالزبط وكمان في منظور برضو الناس بتنساء احنا أقرينا قانون المالية العامة الموحدة اللي بينص على البرامج والأداء نظام موازلة البرامج والأداء عشان بس الناس تبقى فاهمة احنا عندنا مشين في مصر بمنظلة الجنود الجنود دي اللي هو بند المرتبات بند جد الأجور جنود فأنت بتحط البنود دي وفقا للواقع أو للتقديرات في الموازلة البرامج والأداء انت بتحط أهداف يجب إنها يتحدد لها كبي ايز أو مجموعة من المحددات والمحددات دي أنا بقيم على أساسها حددك تستحق ده ولا وباجي حسبك عليه فالموضوع معادش مادي بس أو مالي بس لا ده كمان بقى مربوط ببرامج وأفكار وإجراءات محددة يجب على الهيئة دي أو المؤسسة دي إنها تعملها وبالتالي أنا أقدر حسبها فكده أنا بقيت بحسبها فنيا وماليا وليس ماليا فقط وبالتالي هذا القانون جاء كمان ليستوعب فكرة موازنة البرامج والأداء في التخطيط ليه ما هو قادم وفقا ليه قانون المالية العامة الموحدة التي تم عددها يعني دعني أضرب مثال هنا سيادة النائب مثلا قصر الثقافة قصر الثقافة ده مش مبنى وشوية موظفين بيقبضوا فلوس قصر الثقافة هو الإنتاج الثقافي التنويري الذي يشع على الناس اللي حواليه سواء في القرية طلعت كم فنان كم طفل تعلم رسم في محددات فنية هتحدد انت هتاخد من الدولة قد إيه بناءنا على ده وبالتالي الأشطر هياخد وبقى فيه ميزة مهمة جدا فنية بلايها علاقة بقى بالله مركزين انه قبل كده كنت دايما تلاقي محافظات تعاني تقولك احنا محافظة كبيرة وبناخد فلوس قليلا محافظة اللي جنبنا أصغر وبتاخد أكبر وحتى جوه المدن يعني دايما أنا عندي في المحالة الكبرى لا العاصمة بتاخد أكبر أو زفتة وهكذا النهاردة لا المبالغ اللي هتروح بقت لها علاقة بعدد من مؤسسات أولا حجم السكان المساحة معدلات الفقر اللي موجودة داخل المكان ده في عدد من المحددات اللي هتحدد كمان التمويل اللي جاي لك ده جاي بناءنا عليه وبالتالي مسألة العدالة بين الأقاليم في قانون التخطيط بعد إقراره إن شاء الله وانتهاء منه ودخوله موضوع التنفيذ هنلاقي تحسن كتير مع الوقت في الموازنات بما يزبط كتير من الأداء اللي كان بنشتكي منه على مدار عشهات السنوات اشتركوا في القناة